اشتركوا في القناة السلام عليكم هل ينفيكم في فيديو جديد اليوم سنستعرض معكم iOS 14.4 beta الأول فجأة كده قبل نزلتها المهم هذا البيتا هذا الحجم إذا كنت تتحول من النسخة النهائية اللي موجودة كانت عندنا اللي هي الـ 14.3 اللي الكل نزلها الآن ينتقل حق الـ 14.4 بحجم النسخة علشان تنتقل من النسخة النهائية 4.5 نقدر نقول على الـ iPhone 12 Pro Max طيب نشوف الميزات اللي فيها هل فيها ميزات ولا لا أو شي اللي بيكون في ذي النسخة كبداية خلني شوف معكم بلت نمبر عام نشوف معكم بلت نمبر 18D5030E شبانات الإي في النهاية معناتها أن هذه النسخة ما رح تنزل الآن ومطولة نقدر نقول نهاية جانيور يمكن في نصف جانيور الشهر الغادم فلا تتوقع لنا تنزل في ديسمبر ولو بنشوف المودم فرموير مثل ما نشوف في تغيير الآن 1.4.1.0 النسخة اللي قبل ففي تغيير في المودم إذا عندك مشاكل على ايفون 12 في بروميكس فهذه رح يحلها طبعاً ما نزلت قبل بس iOS 14.4 على الايفون نزلته برضو على الايباد ونزلت برضو TVOS 14.4 البيتة الأول على الابل TV ونزلت الواتش OS 7.3 البيتة الأول على الابل واتش ونزلت 11.2 البيتة الأول لحق الماك ووس برضو فنسخ كلهم تجربية لحق زيتابل ونزلت الآن النسخة لهم تجربية وما أنصح أي شخص ينزل هذه النسخة لأن لو عندك مشاكل لاتتوقع ان ابل تنزل بيتة ثاني مثلاً الأسبوع الجاي مثل ما نشوف في الايباد برضو عندي النسخة جات عندي هنا قريب الـ 4.5 جيجا برضو مثل ما نشوف فالنسخة كبيرة بسبب أنك تتحول من النسخة النهائية إلى بيتة طيب ما الميزات؟ هل جديد على الابلد الشيء؟ لا مش جديد ابل من بديت الـ iOS 14 تقريباً النسخة الأخيرة الثنتين إذا نزلت نسخة جديدة البيتة الأول لا تشوف فيها ميزات البيتة الثانية تنزل ميزات البيتة الثالثة تنزل ميزات فالبيتة الأول الآن لا يوجد شيء خاصة أيضاً في الابل في النوتس ما كتبت أي شيء الـ iOS 14.4 بس لحق الـ بس لحق الـ بالكاميرا الآن تستطيع تشقّلها لو تنزلها لا توقع أن الآن هناك أشخاص يستخدمونها لكن لازم المحلات يستخدمونها البداية عشان تبدأ تنتشر لكن إذا خشيت في الـ Control Center تنزل راح تشوفها Code Scanner هنا تقدر تضغط عليه تخلي فوق كده راح تشقّلها من عندك أو مع الميزة هذه الجريدة دي نقولك تقدر تشقّلها بالكاميرا فإذا عندك اللوغو لحق أبل أو لحق الـ QR Code اللي مسويته أبل فتقدر تسوي الأسكان بالكاميرا حقتك إذا شفت بزنز يصبح مفتوح ويدعمون ذلك فإذا عملت الحركة سوف تتحدث لكم بسرعة سوف يفتح لكم برنامج صغير مرة في المئة وخمسين ميجا بايت تقدر تشتري بالشيء وكل شيء وتخلص وخلاص ينحذف من عندك البرنامج يعني كأننا لم ينزل البرنامج عندك أفضل أن تنزل البرنامج تفتح حساب ولقي كلها حتى تسوي شيء واحد وتمشي فهذا الميزة التي فيها فقط لا يوجد شيء جديد كـ Overall في الجهاز لا يوجد شيء جديد ما تكلمت أول عن تشغيل شرحتين لحق 5G إلى الآن لا بعض الأشخاص يقول لك إن حلت المشاكل في البيتا الأول لحق الشاشة اللون الأخضر اللي اطلعت في الايفونات الجديدة بعض الأشخاص بعض الأشخاص يقول لك ما نحلت إلى الآن فإلى الآن ما نقدر نحكم بيتا الأول ما نقدر أقول أي شيء كده فجأة نزلت نسخة ما فهمي شيء سالفة وما توقع منها تنزل نسخة الآن لكن السن اللي راحت تقريبا في يوم 17 ديسمبر اليوم 16 في وقت تسجيل الفيديو هذا يوم 17 ديسمبر السن اللي راحت قبل نزلت 13.3.1 البيتا الأول السنة هذه الآن في 16 نزلت 14.4 البيتا الأول ولا تتوقعون البيتا ثاني ستنزل لأن السن اللي راحت 13.3.1 البيتا الأول نزل مثل ما قلتكم في ديسمبر لكن البيتا الثاني نزل في نصف جانيواري فقبل أن تكون شهر كامل لكي تنزل البيتا الثاني للنسخة فلا تنزلها هنا وإذا تكون لديك مشاكل ستتوهق مرة لا يوجد لديك فرمات لا تنتظر لأسبوع أو الأسبوعين لا تنتظر شهر كامل إذا كانت قبل تسوي نفس الحركة فهذا الشيء ما فيها ميزات لا أقدر أقول لكم أي شيء بحثنا وفتحت الانترنت وبحثت من أبل رسمي لكن كبطارية لا توقع أنه سيكون فرق بينها وبين النسخة النهائية كاستخدامي لها ممتاز النسخة جهازي لم تشحنها طول الوقت لكن هنا كان جالس علي شوي شغل جامد هنا فصار دروب إلين في الثمانين نقدر نقول ورجعت شحنتها مرة ثانية ما أني أنا أحطها في القاعدة فعلى طول يكون في الشاحن فما أقدر أتكلم وما أقدر أقول لكم كيف البطارية الآن أعطيها يوميا ثلاثة أيام وراح أقول لكم بعدين انطباع النهائي خاصة في النسخة هذه اللي نزلتهم أحاول أبتعد عن الشواحن ما أحط في القاعدة أو أفصل القاعدة هذه وأحطها بس ستاند عندي علشان أشوف البطارية كيف وبعد ثلاثة أيام أربع أيام وأقول لكم انطباعي لحق هذه النسخة في البطارية وأشوف إذا كانت في مشاكل أو شي نشوف قدام شي ثاني خلنشوف لكم لانتوتو كان نفتح لانتوتو هل في فرق؟ في فرق؟ لكن ما قدر أقول لكم فرق واو ولا فرق ملحوظ ما رح تحس بالفرق فأرقام تغيرت كأرقام لكن هل الأرقام دي تعطينا أداء؟ لا ما رح تعطينا أداء ففي النسخة النهائية اللي الكل يستخدمها حين كان عندي 62 29 الآن مثل ما نشوف 64 63 93 ففي فرق خفيف مش قوي لو بنشوف لكم من الـ Geekbench مثل ما عوادناكم نخش الـ Geekbench نروح حق الـ History هذه النسخة النهائية اللي الكل عندها الآن وهذه النسخة البيتا الأول في فرق خفيف 300 نقدر نقول لكن لم ينشتك الدرجة لو بنشوف لكم المثل برضو وهذا النسخة النهائية اللي الآن عندكم الـ 14.3 وهذا الـ 14.4 البيتا الأول فيه برضو فرق نشوف قدام ما قدر أجاوب وأقول أي شيء الآن بعد استخدام رح نعرف إذا كان فيه مشاكل لشيء أو أبل حلت مشاكل ولا سوت أو بأبل ليش نزلتها ما ندري نشوف قدام ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك بالغناء واشتراك في حسابي سناب شات اشتركوا في ضبطكم اعمل ليك المكتب ونشر المكتب ولا تنسون مفضل دعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة